وهو تفكير عدد من مسؤولي نادي الزمالك في التقدم بطلب إلى اتحاد كرة القدم بإلغاء إعلان الأهل بطلا وسحب اللقب منه بعد إلغاء الهبوط تحت شعار تغيير اللوائح أكدنا أن الفكرة عبيطة لأنها لا تمنح صاحبها أي فائدة ولا تعطي الزمالك أي مصلح وأن الطلب أيضا عبيط لأنه غير مسبوق ولا يحظى بأي قبول من أي جهة محلية أو دولية وحذرنا من أن التفكير وبكل الوضوح في التقدم بطلب لإلغاء فوز الأهل بالبطولة يعني أيضا إلغاء ترتيب كل الأندية من الأول إلى السادس عشر وفي هذه الحالة لن يكون الأهل الأول ولن يكون الزمالك الثاني ولن يسمح لهما بالاشتراك في دور أبطال إفريقيا العام المقبل ويعترض فريق الإسماعيل وإنبي كما أن ذلك الأمر سيفقد المصريين فرصتهم في المشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي في العام المقبل كنا واضحين جدا ومباشرين في توجيه النقد وكشف نقاط الضعف والقصور في تلك التوصيات والاتجاهات والقرارات ولم تمر 24 ساعة فقط من حلقتنا حتى تحرك العقلاء في الجانبين في اتحاد كرة القدم وفي نادي الزمالك وبدأوا في ممارسة ضغوطهم على الجانبين للذهاب إلى التصحية في اتحاد كرة القدم الاتجاه الآن نحو إلغاء الهبوط ولكن مع زيادة عدد أندية الدور الممتاز في الموسم المقبل 2011-2012 إلى 20 ناديا ومن الآن نقدم اقتراحا إلى اتحاد الكرة قبل جلسته المزمعة مساء الأحد المقبل لعلاج قضية اختيار النادي العشرين مع 19 ناديا معروفة بكل سهولة نقترح أن تقام دورة ثلاثية من دور واحد في ملاعب محيدة بين الأندية السلاسة التي احتلت المركز الثاني في المجموعات الثلاثة للدرجة الأولى مجموعة القاهرة ومجموعة بحر والأسكندرية ومجموعة الصيد نسعد كثيرا عندما نقتحم بقوة دائرة النقد لأي موضوع أو أي قرار ثم ننجح في تغيير القرارات أو الاتجاهات أو التوصيات أو حتى وجهات النظر نحو الصالح العام تماما مثل ما فعلنا قبل شهر بالتمام والكمال ووجهنا نقدا حادا إلى مجلس إدارة نادي الزمالك عندما بدأ مفاوضاته لاستقدام نادي يوفينتوس الإيطالي إلى القاهرة للعب ضد الزمالك في مباراة المئوية المباراة الاحتفالية الأسطورية وأكدنا أن نادي يوفينتوس لا يستحق هذا الشرف بعد أن سقط طويلا في العقد الأخير في مشاكل وأزمات وفضائح وكوارث في التزوير وفي الرشوة وفي شراء الحكام واللاعبين واستجابت إدارة الزمالك في سرعة رائعة وألغت المفاوضات مع يوفينتوس وهي بصدد الآن الوصول إلى اتفاق مع ليفربول الإنجليزي واليوم عرفنا أن إدارة نادي الزمالك بسبب تراجع عن طلب إلغاء أو سحب اللقب من الأهل وحسنا فعلت لأن الطلب أساسا عبيض كما أنه غير مقبول محليا وعالميا وغير مفيد مطلقا للزمالك أو للكرة المصرية الاتجاه في اتحاد الكرة لإلغاء الهبوط قائم ولكن الاتجاه لزيادة العدد إلى عشرين ناديا بات الأقرب شكرا لمن يستمع إلينا ومن يستجيب لنقدنا ونداءاتنا